السلام ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله فيديو خفيف طريف جيت نطلع عليكم بها اللي هي الطمينة كنت درتها حتيتها انسطوغي بعد بدوني مادام لغوست لغوست كنت درتها ديجة مقبل في المولود ايقوت نعودها معاكم خفيفة ضريفة درتها انا بركها شوفوا بسم الله نجوزوا المقادير مضبوطة يعني وش نسحق نسحق زوج كيسان تا ضغيق محمص موين محمص ونسحقوا كاس تا ضغيق وكاس ناقص اصبع شوفوا كاس ناقص اصبع وريدكم كيفاش تحطوا اصبعكم هكا وتنقصوه هكا هاي الزبدة اللي استعملتها هدي ماتينة بسكو هي جبنينة فيها القتع الزبدة مخلطة بين مقاغين وزبدة وجبنينة بها يعني ولي يقدر على بطوش يدير بطوش وكل واحد يدير وش يحب ليما يقدرش يدير مقاغين عادي وهي رايحة يقدر يدير راعي ثانية بزاف بنينا كل مرة احنا وشن ديها هادي كوم درتها كبرك درتها ماتينة ويجيب بزاف بنينا بها نحطو هادي كالزبدة اللي كانت دايبة وصخونة ونحطينا العسل معها اللي هو كاس مواندوى نجيبوهم هنا نميكسيوهم هادي الاسشو السلولة اللي وليو يديروها هيا يميكسيو العسل مور ما يحطوهم فوق النار غير تشوفوهم بلي كسخن هاداك العسل مور ما يحطوهم مور ما يحطوهم غير يسخن الخالي نجيبوه نميكسيوه تخيط هنا بش ما يعاود الزبدة ما تعاوش تطلع عنا هاكا ونجيبوه دقيق اللي كنا حمصناه وكان بارد لازم يكون بارد يعني لكان خالي تعنا سخوه لازم يكون بارد داكوه أنا كنت حمصته بعد حطيته في سنيوة كبيرة خليته يبرد تماما ونديروها تكزو كيسا يعني ماشي فايدين هنا ندير شو القرفة او لا ديرو الحرور الحرور راح لي اسمو ديرو شوية على الحرور ونخلطوه ونخلوها تريح لمدة خمس دقائق فقط لا اكثر ولا اقل خمس دقائق نغطوها ونخلوها تريح نجبدوها نعاود نخلطوها بارك مليح بش تزبدها هادي العفسة التانية بش متخليك منزبدها متعوش طلع لكم الفخ ونخلطوها بارك حاكا خفيف ضريف ونديروها في البيسي يستا وعنا ونشبحوها كيما احبينا كل واحد يشبه كيما يحب ينشغ القرفة لازم تكون حاضرة في الطم هنا تاني الجزائري انا واحدة نحب القرفة ونحبها بلا مكسرة من الفوق بلا حلوة تطلق في الوسط بلا والو نحبها بالقرفة ابخي اللي حبي دلاش فيها قرفة للداخل كي الطيب يحكم هاكا كي الطيب وهي هكا يلي كيد يدلها قرفة يفتتها هاكا للداخل ولي حبي دلها تاني جلجلان محمص ومرحي راح تعطيها بنا على بنا جلجلان محمص ومرحي شوفونا زي انتها بطاريق عليه خفيفة ضريفة دلشية الجوز ووردة برك درتها بالقرفة الوردة كيفش ديروها تحكموا المولتعكم تدخلوها في الماء ومبعد تقطروها تقطروها ومبعد تدخلوها في القرفة وتتوازو شوفو قسمت لكم برك احنا يا برك باش تشوفوا كيفش احنا بعد ما بردتها احنا راي بردت تماما خليه تاريحة بيان بردت تماما شوفو تبقى طرية ومعسلة لأطول مدة هذا ما كان الحق نهاية الفيديو تعنا لي كان خفيف وان شاء الله ضريف عليكم انقلكم اضطر فيديو ان شاء الله السلام